بساعة الخير وإهلا وسهلا بحراتكم من جديد خلينا ندخل في الموضوع على طول عندنا طبعا الموضوع الأهم زي ما طرحتوا على حضراتكم في البداية مشوار منتخب مصر اللي هيبتدي بعد يومين 48 ساعة بتفصلنا عن انطلاقة مشوار تصفيات كاس العالم الحلم الأهم والحلم الأكبر بالنسبة لكل المنظوم بداية من جماهير الكرة اللي الحقيقة ما اعتقدش أنها عندها استعدادتها تنازل عن تأهل منتخب مصر لكاس العالم في النسخة 2022 وبالتأكيد حلم كل الجيل ده من اللاعبين اللي هما يلعبوا في نسخة كاس العالم جهاز فني بقيادة مدير فني وطني وكتب حسين البدري بالتأكيد أهم هدف لي في المرحلة دي أن يوصل بطولة كاس العالم وبالتأكيد التحاد الكرة بيسعل ده بكل ما قوتي من قوة خلينا نتكلم على مشوار كمان البطولات سواء الموسم ده أو شكلها في الموسم الجديد اللي بتمثل تحدي لكل عناصر اللعب لعبين منتخب مصر الأول اللي عنده التزامات كتيرة جدا عندنا تصفيات كاس عالم بطولة كاس عرب دولة ألعاب أو بطولة الأمم أفريقية كل دي الحقيقة بتحط علامات استفهام كبيرة جدا على شكل المسابقات أو البطولات في الموسم اللي جاي بشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم منتخب مصر ولليوم مكانة خاصة في قلوب المصريين بما أنهما الجيل الزهبي اللي مثلنا فيه كاس عالم سين كابتن قسام عربي بسأل خير وأهلا بك معنا في السادسة أهلا بك أحمد وبالسادة للمشاهدين خليني أبتدي معك من المنتخب لأنه مفترض أنه هو يعني هابعت سويا عن المعارك الداخلية والجانبية والموضوعات اللي أثرت جدل كبير للفترة الأخيرة وهرجع لها مرة تانية بس خليني أبتدي بالمشوار الأهم بـ 48 ساعة أنا بيتهيالي أنه أنتو لما كنتوا بتلعبوا مع كابتن جوهري وبتستعدوا لتصفيات كاس عالم كانت الأجواء كلها كانت مصر كلها الحقيقة في حالة مسندة للمنتخب فيه اهتمام إعلامي وجماهيري وعلى مستوى اللاعبين والأنداء طبعا بمشوار التصفيات حاسس أنه نفس الحالة دي مشابهة لبداية مشوار التصفيات كاس العالم السندي أو لا لا كانت الحالة يعني فيها تركيز أكبر مسندة أكبر يعني فيها عوامل كتيرة جدا طبعا هو بداية الكابتن جوهري نفسه كان عنده ملكة إزاي يحشد الناس صحفيين إعلاميين جماهير دي واحدة وفي حاجات خارجية بقى خارجة عن الموضوع يعني مثلا عدم وجود الجماهير دلوقتي دي مؤثرة كتير جدا عدم حضور الجماهير يعني بسورة كبيرة كان الوقتنا أنه الملعب على طول بيتقفل تقريبا يعني في عوامل أخرى الانتظام المسابقات والوقت كان ما كانش فيه موضوع الأجندة الدولية أنه تتجمع بس قابليها بثلاثة أيام كممكن بتقعد أسبوعين ثلاثة معسكرات طويلة شوية ففي أمور اختلفت شوية عن الفترة اللي احنا كنا بدين فيها في تصفيات كاس العالم طيب بتشوف إزاي مشوار المنتخب وتقييمك لمستوى المنافسين اللي معاك في المجموعة عندك أنجولا جابون وليبيا بس هو تعتبر المجموعة ما تقدرش تقول ضعيفة لأنه ما بقاش فيه فرقة في إفريقيا ضعيفة يعني يمكن زمان كان فيه مستويات ضعيفة جدا وفيه مستويات عالية جدا زي مثلا جزاير نيجيريا اللي هم بيتنفس تملي يعني كاميرو جزاير طبعا لا المتكلم عن المستويات العالية على طول يعني تمام المغرب غانا تونس غانا تونس فيه حوالي عشر فرق تملي هي اللي كانت الكريمة وهي وما زالت طبعا ولكن دخل في السنين الأخيرة فرق كتير لأنه عدد المحترفين الأفرقة في أوروبا وفي الخارج عامة مش في أوروبا بس حتى في أسيا في الصين في الدوري الصيني الدوري الياباني الدوري السعودي الدوري القطري أعداد كبيرة جدا من اللعيب المحترفين من دول ما كانش بيبقى فيها عدد كبير كده يعني الجابون دولتي بقى فيها عدد كبير من المحترفين أنجولا بقى فيها عدد كبير من المحترفين تنزانيا بقى فيها عدد كبير من المحترفين مدغاشقر يعني إحنا لما شفنا مدغاشقر وتنزانيا هنا في بطولة الأمم الإفريقية المستوى اختلف كتير قوي عن فترات الأبليكات اللي أنت كنت تلعبوا في الصحة فما فيش شك أنه فيه مستويات طبعا ده ده أكيد وما زال فيه مستويات أولى ومستويات تانية ومستويات تالتة ولكن بقت فيه تقارب في المستويات ما بقتش فيه الفروق الواضحة قوي فهي المجموعة طبعا طالما ما فيهاش الجزائر كاميرون ساحة العاج تونس العاجات دي يبا الحمد لله ده طبيعي طبيعي طب بس انت رح لهم رح لهم ما انت بعد كده هتروح لهم بس هتبقى موحدة زهاب وحدة لك انا اصدي ايه من الحتة دي انه بالتأكيد طبعا كرة طورت وبنتأكيد التلات منتخبات عندهم حظوظ بس من وجهة نظر كابتن اسامة فيه فرقة ممكن تكون بتنفسك على البطاقة وبالتالي مطشطك معاها هتكون اكتر اهمية انا عارف انه لو عايز يتأهل او يتصدر لازم يكسب مطشطه كلها بس هو الخوف في الموضوع ده فانا بقولك المجموعة متوازنة طبعا ما فيه شك انه طبيعي ان مصر هي اللي عندها الحظوظ الاولى مفروض زي ما اتكلمنا عن المستويات الكبيرة اللي هي الكاميرون والجزائر لازم نحط مصر كده ولكن انجولا والجابون تحديدا مع احترام الكامل لليبيا لظروفها وانها بتلعب خارج ملعبها ومفيش انتظام في المسابقات عندهم وظروف اللي بيمروا بيها هي ابعد فرقة في المناس اه يعني عن مصر وانجولا والجابون ولكن مطشوهم او المطشين بتوع ليبيا هيبقوا فرقين جدا في الوصول لليبيا لان امم مش فرقة سهلة منتخب الليبي مش فريق سهل وقريب كانوا اخدين الامم الافريقية اللي هي بدون المحترفين وعدهم لعبها جيدين فممكن هيعملوا بعض المفاجآت في المطشات اي فالمطشين بتوع ليبيا هيبقوا مؤثرين جدا 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 في الوصول لكاس العالم مش بس المباراة اللي هي مع المرشح اللي بيزق مع الجامد اللي هو الجابون وانجولا يعني اللي اتنين مستوياتهم متقربة تقدر تقول عليهم في المستوى التاني اللي هو بتاع افريقيا يعني احنا قلنا المستوى الاول وقلنا الدول اللي تملي بتروح كاس عالم اللي تملي بتحصل على الامم الافريقية اللي هي السبعة وثمان دول اللي احنا بنا قوة تقليدية تقليدية يعني اي وهم الاقرب انه حد فيهم يوصل الخمس اكيد هيوصلوا منهم اه اه لكن الجابون وانجولا هيبقوا منافسين قويين جدا لمصر في المجموعة وليبيا هتبقى هي السلم للوصول لليبيا لانك انت مع فرقة زي ليبيا زي ما قلتلك بتلعب برا ملعبها ما بتلعبش في ليبيا ما بتلعبش وصل الجمايرة ففرصتك انك انت تكسبها في المبارتين موجودة فالخوف بقى انك انت مثلا تخسر منه مباراة او تتعادل معه مباراة هتأثر جدا في الليبناط بتاعت المجموعة تمام ده على المدى بعيد كابتن على المدى بعيد لكن لكن مواجهة انجولا بالنسبة لي لها ظروفها الخاصة يعني وانا بتالي انه انا مش عايزة ااجي شوية لحطة المسابقات المحلية لكن هي هتأثر على المنتخب ببقى شكل من الاشكال يعني وبصنا للموعيد خلينا اقول لكم ورجع مع كابتن اسامة كده موعيد اللقاءات مصر في التصفيات كسر عالم تقول هلنا كابتن اسامة اه اه واحد تسعة طبعا اللي هو بعد بكرة مع انجولا هنا في القائرة تمام ده مفروض لازم تكسبه ما فيش حاجة اسمها تعادل لما بدش الاسم على الاتنين يعني التعادل هيعتبر خسارة طبعا لانه بداية دي نقطة ثانيا زي ما قلتلك انت فيه ماتشاط مش عايز يحصل فيها مفاجآت انجولا هنا ليبيا هنا الجابون هنا وبعد كده بتفكر في بر ملعبك لانه غالبا مش بقول انك تخسر في بر ملعبك او تعمل نتيجة يعني غير جيدة ولكن طبيعي انك في ملعبك انك مفروض انك تحصل على العلامة الكاملة تفرق كتير جدا طبعا وانك انت تعطى الانجولا في اول مواجهة دي بالنسبة لنا انت بتكسب تلاتة وبتحتم انجولا من تلاتة الى حد كبير طبعا ده يعني اكد على فرصك في المجموعة اكيد فعشان كده البداية تبقى مهمة او واحد تسعة مع انجولا اتكلم معاك على الماتش ده بتفاصيل ودلوقتي نكمل بس بقيت الاجموعة خمسة تسعة الجابون هناك مزبوط ستة عشرة ليبيا هنا وعشرة عشرة ليبيا هناك هناك تمام وطبعا هناك دي مش معروفة لسه مش معروف يما ساعات بلعبه في تونس ساعات في ماتشات لعبوها طبعا في مصر بس يما هوا مش يقدروا يلعبه اكيد في مصر هيختاروا دولة اخرى يعني وبعدين حداشر حداشر انجولا هناك ثم نختم ب الجابون هنا الجابون هنا يعني منتكلم في حزبة شهرين لما اجي بص مع حضرتك قبل ما ادخل في انجولا برضو لان انجولا ليها ظروفها زي ما اتفقنا لما اجي بص للشهرين دول حكي عرف طبعا ان الموسم ده موسم شق وطويل جدا على لعبتنا مظبوط اعتقد انه القوام الاساسي للمنتخب في مواجهة انجولا هيعتمد بشكل كبير جدا على لعابة النادي الاهلي اللي هي يعني عملت موسم استثنائي مفترض انهم يلعبوا واحد وخمسة ولو كان مننا كاس مصر يلعبوا عشرة وثلاثتاشر وسبعتاشر وعشرين اربعة وعشرين حتى اللحظة مفترض نهائي او بطولة سوبر افريقيا عشان ترجع تلعب يوم ستة عشرة وعشرة عشرة مع ليبيا الحمل البدني الكبير جدا اللي كان على لعابة النادي الاهلي وغياب المحترفين اللي غالبا مش هيلعبوا غالبا يعني في توقعي او في تأديري ان يعني ننسى صلاحه وننى وتريزي جيه لأي ان كان السبب يعني في تصفيات كاس العالم ده يأثر زي على فرص منتخب مصر وازاي الجهاز الفني بقراءة كابتن حسام يتعامل مع التحديات دي طبعا هي تحديات كبيرة وانت ذكرت اهمها اللي هو ضغط المسيمين دولة ضغط كان كبير جدا 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 وبالذات على لعابة النادي الاهلي لانهم كملوا في البطولة الافريقية وحصلوا بطولة اندية الافريقية وحصلوا عليها ودي عملت عليهم ضغط ولوت كبير قوي في الدولة العام وضغطت الماتشاط لعبنا مثلا 15-16 مباراة في اقل شهر وشوية حاجة بسيطة فطبعا بتأثر لانك كل ما ما بتاخدش راحتك الكافية اللي هو اللي استشفاء اللي احنا بنقول عليه طبيعة الحال بتأثر على ادائك الفني بتأثر على ادائك طبعا البدني اللي هو بيأثر على الاداء الفني وكمان زهنيا وعصبيا بتتأثر لان الجسم مش آلة وحتى الآلة احيانا بتحتاج بعض الوقت من الراحة فالجسم لازم يرتاح عشان ترجع يرجع بقوته طبيعية تاني انه يبقى في احسن او في قمة المستوى فيش وقت للراحة فده ما فيش وقت للراحة تخلصت 27 دخلت معسكر 28 مظبوط فده كان واضح جدا مأثر على لعيبة مصر بصفة عامة ولعيبة النادي الاهلي بصفة خاصة لطول الموسم وعدد مطشات كبير جدا طبعا وكمان بيأثر على الاصابات انت كل ما بتبقى مش مرتاح كويس بالبلد كده اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي استشفاء مش مرتاح كويس العضلة بتبقى معرضة للاصابة اكتر بكتير لما بتكون مرتاح مظبوط لانه فيه ضغط بدني ضغط زي ما قلتلك عصبي بيأثر على الجهاز العصب المركزي فبيأثر على قراراتك بيأثر على طريقة جريك تفكيرك الرشاقة بيأثر على كل حاجة فبتبقى سهل تتصاب فكمان انت ما بتعرفش الاصابة دي حظك بقى احيانا بتبقى اصابة بسيطة فانا صحيح بيروح عددك عدد كبير من المطشات بس بتقدر ترجع بسرعة لكن كمان ممكن تكون لقدر الله تحصل لك اصابة كبيرة تعود لك بيها فيها شهرين وثلاثة او لقدر الله الاصابات الكبيرة زي الرباط الصاليبي والحاجات دي ممكن تقعد ست شهور لتسع شهور فما فيش شك ان تلاحم المواسم بالطريقة دي والضغط العصبي اللعيبة من عدم الراحات ده مؤثر جدا وهيأثر على المنتخب واعتقد ان الكابتن حسام الميزة الوحيدة ان في المنتخب انه كل مباراة ممكن يختار مجموعة عناصر من كل مصر يعني غير غير الاندية بيبقى مقيد بالقايمة اللي هي تلاتين واحد لما حرموا من المحترفين لا طبعا مؤثر اه يعني حرموا كمان العناصر الاساسية الهيكل الاساسي للمنتخب من النادي الاهلي لا مؤثر واطلب منه مكسب في ست مطشط في خلال شهرين واطلب منه يروح يلعب بطولة كاس عرب وبعدها امم افريقيا لا صعب موضوع الغريف في الموضوع كابتن اسامة وهسمع تعليق على ده انه ده لم يتم اخده في الحزبان من فترة طويلة جد محدش فكر في المنتخب ومحدش فكر في مشوار المنتخب وارتباطات المنتخب وكايننا فجئنا بيها زي كده مسلسلات رمضان الحقق جماعة صوروا مسلسلات عشر رمضان بكر خلينا اسمع رأي وتعليق كابتن اسامة عربي ضفنا في السادسة بس بعد فاصل سريع على الرغم من مرور خمسة عشر عاما على رحيل واحد من المع النجوم الذين عانقوا الساحرة المستديرة وكان في بداية مسيرة نحو كتابة التاريخ في القلعة الحمراء لم ولم تنسى جماهير الكرة المصرية باختلاف انتماءاتها الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الاهلي والذي فارق عالمنا اثر ازمة قلبية تعرض لها في تدريبات النادي الاهلي في عام 2006 في عمر الاربعة عشر عاما بدأ مشواره مع الكرة بمركز شباب سينوريس وخضى عن طريق مدربي اختبارات البراع في نادي الزمالك واكتازها بنجاح واستمر مع فرق الناشئين اربعة اشهر لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك فانتقل لمركز شباب الالومنيوم الذي لعب له ثلاثة مواسم لعب في بدايته كرأس حربة مع الالومنيوم تألق فيها وسجل الكثير من الاهداف بسبب تألق عبدالوهاب مع الالومنيوم ضمه كابتن حسن شحاتة لصفوف منتخب مصر للشباب وشارك في نهائيات كأس الامم الافريقية للشباب في بوركينفاسو عام 2003 وساهما في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية وحقق معهم اول بطولة له تألق عبدالوهاب اللافت مع المنتخب جذب انتباه مسؤولين نادي الاهلي الذين صارعوا باستعارته لموسمين من الظفرة لكن عبدالوهاب لم يستطع حجز مكان اساسي في تشكيلة مانويل جوزي لتألق الانجولي جيلبيرتو فلم يشارك طوال الدور الاول لموسمه الاول مع الاهلي سوى في شوط واحد كان الموسم الثاني لعبدالوهاب للاهلي بمثابة الانطلاقة الحقيقية لللاعب في مسيرته الكروية وذلك خلال مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دور ابطال افريقيا في عام 2005 بعد ان دخل بديلا لجيلبيرتو ليقدم اداء مبهرة ويلعب كرة عرضية احرز منها اسامة حسني الهدف الثانية من ثلاثية الاهلي التي حصد بها اللقب الافريقي وقتها ونال اشادة البرتغالي مانويل جوزي وبات عبدالوهاب لاعبا مهما في صفوف الاهلي ومنتخب مصر خاصة بعد مشاركته الايجابية في فوز الفراعنة بكأس الامم الافريقية 2006 ليصبح بعدها احد ابرز نجوم القلعة الحمراء حقق عبدالوهاب خلال مشواره الكروي عشر بطولات منها سبع مع الاهلي وثلاث مع المنتخبات وهي درع الدوري موسمي 2005-2006 و2006-2007 وكأس السوبر المحلية في افتتاح موسمي 2005-2006 و2006-2007 وكأس مصر موسم 2005-2006 وكأس دوري اطال افريقيا عام 2005 وكأس السوبر الافريقية عام 2006 وكأس افريقيا للشباب بوركينفاسو عام 2003 وكأس العالم العسكرية في المانيا عام 2005 وكأس امم افريقيا في مصر عام 2006 رحم الله ارواحا لا تعوض عاشت في قلوب ووجدان الملايين مش ممكن ابدا ابدا حد يخلص ويدي وينتمي ويحس اهم من ده كله انه الجمهور يحس ويلمس ده بشكل حقيقي ممكن ابدا تنساه يبقى محمد عبدالوهاب واحد من النجوم اسمه محفور في زكرة وفي عقول وفي قلوب جماهير النادي لأهلي بكرة الزكرة رحيل واحد من قلم عن النجوم سيب اكمل انه كان واحد من افضل لعيبة في مركزه ومن افضل بكات الشمال اللي جوم في تاريخ النادي الاهلي رغم انه مش هاره يمكن ما كانش كبير اوي لكن قد ايه وصل للناس وقد ايه حب وانتماء وللنادي الاهلي الترجم الحقيقة في حالة عاطفة جارفة من جماهير النادي الاهلي لإسم محمد عبدالوهاب واللغاية النهاردة رغم انه يمكن مرة على رحيله 15 سنة او اكتر لكن الناس ما تقدرش تنسى عبدالوهاب ولا تنسى حالة الصدمة اللي عاشتها وحستها في لحظة اعلان عن خبر رحيل محمد عبدالوهاب انت يمكن دربته كابتن قسامة بتهيائي والحمد لله كمان انا يعني من الناس اللي كنت سبب ان اقنع مستر مانو الجوزيب بمحمد عبدالوهاب كنت متابعه كويس في المنتخب وكده والناس اللي كنت مقايدين بقوة انه يجي رغم انه كان فيه اعتراضات من بعض الناس تانية لكن مستر مانو اللي كان اقتنع وجابه وكان واحد من قل مع نجوم النادي الاهلي اللي لعبه في ملكة زائر الايصر وكمان على المستوى الفني طبعا وعلى المستوى الانساني والشخصي كان انسان محترم جدا الله ارحمه شخصية ارحمه يعني ده حقيقة مش بنقول كده عشان يعني مجاملة او حاجة لا ده حقيقة كل الناس اللي اتعاملت معها تعرف كده انه كان شخصية مهزبة جدا محترم يعني قوي جدا في الملعب ومحترم وهدي جدا خارجه مش ممكن الجماهير بصة مشاكل خالص الجماهير ما بتحبش حد بجو الملعب بس الجماهير بتحب الباكتش كله على بعضه يعني مهما كانت عبقريتك ومهما كانت امكانياتك ومهما كانت مهاراتك والنمازج كتير انا مش عايز اقول اسماء لكن النمازج كتير اوي كانت عندها كرة عالية اوي لكن برا الملعب ما اقدرتش تعيش ولو قلت اسموه من النهاردة للجمهور ما حدش افتكره وما حدش يعرف عنه حقيقة دي حقيقة ومناسبة كلامك مناسبة كلامك عن جوزي كنت بقول يعني كتير من نجوم النادي الاهلي اللي اشتغلوا او اللعبوا فترة مانوة جوزي كان بيقولوا انه راجل كان بيثق في كلام كابتن وسام عربي بشكل مطلق يعني سق عامية الحمد لله يعني كان فيه تفاوم بنا يعني وكان بيقتنع بوجة نظر في اشياء كتير الحمد لله يعني طبعا انا وكل الاشتغل معاها كابتن مخطر كابتن حسان البدري بعد كده كابتن على مايوب كل الوحمد ناجي بالنسبة للحراس المرمى كان معنا كل الناس اللي اشتغلوا معها فالحمد لله كان يعني يستمع لوجهات النظر كويس الفترة دي بمناسبة يعني ان احنا فتحنا الكلام عن جوزي وفترة انا بتهيأ يعني يعشقها كل جماعين النادي الاهلي انا بتتكلم على بالذات الهاتف التانية يمكن مستر مانويل يعني بنتكلم على اهلي سوبر على كل المستويات عندنا مقدمات تقول انه الاهلي السوبر ده راجع تاني مع مسلماني اه ممكن طبعا انا ما فيه منتخب مصر بس هو الكلام جاب بعضه هرجع لازم هرجع لمنتخب مصر بس يعني اه ممكن طبعا اه طبعا ممكن لكن هي الفكرة ان ساعات فيه ظروف محيطة بالموضوع كله يعني بالمناخ كله اللي موجود سواء في كرة المصرية يعني او اللعيبة اللي بتبقى موجودة في الفترة دي او المدير ينفقني نفسه ففيه اشياء بتتشابه وفيه اشياء بتختلف ايه فمش شرط ان التجربة ترجع بنفسها ولكن ممكن تبقى قريبة منها جدا او او على خطاها يعني ايه الفترة دي تحديدا ماشيين في نفس انت تقييمك انه احنا ماشيين في التراك ده يعني النهاردة بنكلم على صفقات ودعم الفريق في الموسم الجديد اه اربع صفقات مهمة واعتقد فيه صفقات تانية جاي في الطريق اه هكلمك في الاهلي طب خلينا عشان منساش المنتخب اه خلينا نقف المنتخب مصر اه زي ما كنا تكلمنا يمكن تكلمنا على عنصر الاجهاد تكلمنا على عنصر غياب المحترفين خلينا كلمك كمان على عنصر مهم جدا هي فكرة الفكر مستر كابتن حسام البدري مع اللعيبة الموجودة معاه المنتخب بقاله كتير اوي ما لعبش بقاله كتير ما تجمعش هتدي مع بداية قوية جدا اصعب فريق في المجموعة عنجولا ازاي شايف انه الظروف دي وازاي شايف المواجهة مع عنجولا بعد بكرة ان شاء الله لا المواجهة بش تبقى سهلة زي ما نقولنا ان عنجولا من الفرق اللي بقت كويسة جدا في افراقيا صحيح هي مش في المستوى الاول لكن منتخب بقى واعد وهايل يعني وشفناه في اكتر من بطولة او تصفيات او كده شفنا اداؤه لكن منتخب مصر مفروض انه الافضل وانه لازم يكسب المباراة دي مش هقول انه لان الكرة الحلوة هي اللي بتجيب مكسب طبعا في الطبيعي لكن احيانا انك لازم تطلع بالمباراة دي بمكسب باي شكل من الاشكال الوقت كان قليل بالنسبة لكابتن حسن البدري زي ما انت قلت انه ما فيش تقريبا مطشات اتعملت في الفترة اللي فاتت ودخلوا على المطش ده على طول فهيبقى تعليمات يعني النواحي الخطاطية والحاجات دي هتبقى واخدى جزء لانه مفروض المدرب المنتخب بيشتغل على الجزء ده تحديدا والتشكيل والخططي مش بيشتغل على بدن كتير ولا الحاجات دي لكن الحاجات المختصر المفيد بيقوله زي لانه خلاص 48 ساعة وبيلعب يعني ما العمل النفسي هنا مهم كابتن اسام طبعا انه هيلعب على دي جتير جدا لانه لازم تحفيز يبقى بشكل كويس قوي انه ده حلم انه اي لعب يتمنى مهما لعب في كل امم افريقيا لعب اندية لعب كاس عالم هو الكريمة او بتاعت الترطة او الكريزة زي ما بيقوله الاخير لكل نجم بيتمنى يكون في كاس العالم فاكيد كل دي هتبقى فيه تحفيز للعيبة وهم اللعبها شخصيا كمان يعني طبعا اكيد الكابتن حسام وجهازه هيقول كده لكن اللعبها نفسهم بيبقوا متحفزين انه نفسهم يشاركوا ويلعبوا في كاس عالم يعني فا اتمنى لهم طبعا التوفيق لكن زي ما انت قلت العوامل دي بتاعت الاجهاد والكلام دوت لازم يتغلبوا عليها لازم يستغل الخمسة اللي هم اللي احتياطي اللي هينزله بشكل كويس جدا التوقيتات الناس اللي هتبتدي والتغييرات الناس اللي هتكمل ما هيكل الحاجات دي بقى التفصيلات الصغيرة اللي لازم يشتغل عليها عشان يقدر يخرج بالمجموعة كلها اللي بيلعبوا التسعين ديئة انه ينهو الماتش مكسب تمام لانه ده مهم جدا يعني الاسكواد اللي اختارها الاسماء اللي اختارها كابتن حسام البدري بص هو اوه بالنسبة يعني 95% اختيار سليم يعني طالما بعد محمد صلاح وترزيجيه وكمان النيني في نص المرعب يعني تقريبا يعني اذا كل واحد هيبقى ليه وجهة نظر هيبقى ليه وجهة نظر في اللاعبين في ثلاثة بالكتير واحد لكن بنسبة 95% تقريبا هو ده القوام المتفق عليه المتفق عليه يعني يعني انت يعني لو جبت اي مدير فني او واحد حتى من الجماهير وبتاع هتلاقي مش اقل من 18-20 لاعب اللي هما هيكونوا في التشكيل الاساسي مع الاحتياطي هتلاقي الناس متفقة يعني الاختلافاتها تبقى في عدد مين كان نفسك تشوفه في المنتخب في المنتخب مع كابتن حسام في حد شايف انه كان منور قوي يستاهل انه كان موجود او كان هيبقى ضفا للمنتخب والله انا يعني او سيبص خلي بالك هو اتكلم في المؤتمر الصعفي على ابراهيم عادل وعلى محمود صابر اه يعني يقل انه هم عناصر مبشرة بس الوقت والتجربة والخبرة مضبوط انا كنت لسه اتكلم في دي اه خلي بالك في لعيبة بتبقى منورة وكويسة وكل حاجة بس التوقيت مش مناسب يعني غالبا انا لو ما باجي اختار منتخب بشوف المحترفين ده جزء من القايمة واخد مكانة لعيبة النادي الاهلي لانها متمرسة في بطولات افريقية في كاس عالم متمرسة ولعبة مطشات تقيلة اي بركز في لعيبة الزمالك برضو لنفس الشيء لانه برضو متمرسين في افريقيا ومنتخب وووو التالت دلوقتي يبقى بيرامت نفس الشيء بس في لعيبة ممكن تبقى وعدة تبقى مميزة تبقى ممكن حد من الجمهور يبقى شايف انه ينضم ولكن توقيته بيبقى مش مناسب دلوقتي تمام فابراهيم عادل طبعا لعيب مميز جدا وان شاء الله يبقى ليه مستقبل قدامه وكده فعلا من اللعيبة اللي كانت ممكن يعني تنضم بس كمان مع الوقت هيبقى افضل لكن انا شايف انه الاختيارات يعني مناسبة جدا خلينا اكلمك على مراكز يعني فيه خلاف مين يلعب ومين يوعد خلينا اكلمك واسمع وجهة نظر كابتن اسامة رابي بس اسمح لنا اروح لفاصل الاخير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة اقفل الكلام على مطش منتخب مصر بالتشكيلة والطريقة تشكيلة الامثل لمواجهة انجولا انا بالتأكيد يهمني لقوة ضربة لمنتخب مصر بصرف النظر طبعا عن الالوان يهمني نكسب المبارد دي باي شكل من الاشكال اعتقد هتريح الجهاز الفني وتريح اللعيبة وتريحنا احنا كالجماهير في مشوار التصفيات فخلينا نرجع مرة تانية لكابتن اسامة عربي ضفنا النهاردة في السادسة اهلا بيك كابتن اسامة مرة تانية شايف في بعض المراكز اللي النسم احترأ فيها شوية مش عارفة كابتن حسام ممكن طبعا هو ليه الكلمة اللي قوله هو الاخيرة بس يعني نسمع رأي كابتن اسامة برضو يعني بداياتا نصف ملعب افشا ولا عبدالله السعيد غياب صلاح خلينا نقول الشحات رمضان ولا زيزو رمضان نبتدي بمصطفى ولا نبتدي بمحمد شريف تلعب في نص الملعب عندك سليا وحمدي وطارق الثلاثة عاملين موسم كويس يعني تقول لنا كده التشكيلة الامسل من وجهة نظر كابتن اسامة وهل وارد انه غياب صلاح يفرد او يخلي كابتن حسام يغير الطريقة بتاعت لعب المنتخب ممكن طبعا لكن الاغلب انه هيلعب بنفس هيلعب بنفس الاسامة هو اربعة اتنين تراتة واحد في الغالب هو بس اللي ممكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليه يلعب باتنين هي وجود شريف ومصطفى محمد لانه الاثنين فعلا بوضوح هم افضل اتنين مهاجمين في مصر الاثنين هدفين كل واحد عنده مقومات معينة مصطفى تقدر تقول عليه اللي هو الاسلوب شوية اللي كل الناس بتقول عليه محطة انا ما يحبش هقول اللفظ ده بس يعني اللي هو واقف شوية بتسند عليه مميز في ضربات الرأس اي مشوت كويس برجله الاثنين طبعا عنده خبرات وخد خبرة في الدور التركي وهداف ولعب مميز يعني شريف عنده حاجات بقى مختلفة شوية عن مصطفى اسرع بيلعب على طول بوشه خلف المدافعين عنده حركة تمركز عنده حركة على الأطراف أكتر اي مش من الفراودة اللي هي وقفة على طول بالشكل التقليدي فهما الاثنين مميزين جدا وهو وهما الاثنين يعني عندهم مقاومات مختلفة شوية اي انت تبدأ بيهم انت تبدأ بيهم والله بص انا يعني يا ريت طبعا ممكن يفكر يبدأ بيهم بس هتبقى في الطريقة بتيبقى في مختلفة شوية ممكن صراحة ممكن شريف مثلا يتطرف أحيانا ناحية طرف من الأطراف فهو دي برضو رجع لفكر الكابتن حسان في الآخر لأنه هما فعلا الاثنين يمكن أكتر مكان هيبقى محير بالنسبة طيب لو ما غيرش الطريقة لو ما غيرش الطريقة ممكن يبتدي بمصطفى محمد الأول ويخلي شريف كبديل لأنه هيلعب بأجنيحة بقى هيلعب بيلعب مثلا عندك صلاح عندك صلاح محصن عندك شحات عندك أحمسات زيزو عندك رمضان مين يبتدي ومن يوعد هو غالبا غالبا ممكن هيبتدي بزيزو في اليمين وممكن يبتدي برمضان صبح ناحية الشمال و يعني أفشا وعبدالله أنا شايف أن أفشا حالته كويسة جدا وعبدالله طبع عنده خبرات بس أنا شايف أن أفشا هو الأقرب أن يبتدي الفترة الأخيرة هو الأخف هو يعني شكلا أفضل في الدوري جاب جوان كتير عبدالله نفس الشيء ولكن أنا شايف أنه أفشا هو يستحق يبتدي أه أه الباكرايت أنا شايف برضو أكرم توفيق أه ماشي بشكل كويس يعني عمر جابر لعب كويس وكل حاجة طبعا ما في الشك لكن أشافك حتى دفاعياً أكرم توفير قوي وصلب يعني ما فيش أعتقد مشكلة في حجازي والوينش غالباً يعني ومعهم أيمن أشرف عبدالشافي في الشمال عبدالشافي وفتوح دي بقى هتبقى فيها اختلاف برضو شوية يعني عبدالشافي خبرة وكده وهو اللي بقى عمل الفترة الأخيرة وعمل موسم كويس بصراحة وعمل موسم كويس بس لسه منضم ومحترم بصراحة أه طبعاً ده بقى من اللعبة زي ما بنقول في نمازج ده من اللعبة برضو لعباً جيد وخلقاً جيد يعني طبعاً الشناوي مفيش كلام هو الحارس الأول محمد الشناوي طبعاً طارق حمد يبقى موجود ومعاه واحد من حمدي والسلية غالباً لأنه طارق يمكن عشان بقى له سنين بلعب أساسي في المنتخم يعني حمدي دخل فترات متأخر السلية راح في الفترات السنة الأخيرة أو السنة الأخيرة فهو هيبقى طارق واحد من حمدي والسلية واللي اتنين عملوا موسم هايل يعني فأنا شايف أنه هو أقرب يعني شناوي أكرم حجازي وينش فتوح وعبد الشافي يعني دي فيها اختلاف شوية طارق وحمدي والسلية واحد فيهم زيزو أفشا رمضان صبحي مصطفى محمد كل التوفيه لمنتخب مصر نروح بقى للفنانة الحمر للنادي الأهلي اللي بتأكيد طبعاً الموسم الجديد بدأ التحضير ليه قولنا أهلي 22-22 إزلودنج أولى الصفقات اللي تم الإعلان عنها أو أربع صفقات تم الإعلان عنهم في خطة أولى لسه في إن شاء الله ضربات تانية رأيك في صفقات الأهل الجديدة اللعيبة اللي أنت كونت عنها فكرة يمكن كريم فؤاد تابعناه في الدورة المحلية حسام حسن برضو عارفينه وحفظينه نسمع رأيك فيهم لكن كمان يهمني نسمع رأيك في بيرسيتاو والوي ميكي سوني لأن الحقيقة الاتنين ميكي سوني ما كانش بعيد أول لأنه برضو تابعناه في بطولة دورة الأبطال بالنسبة لكريم فؤاد العيب مميز وعد ويعني عنده مرونة تكتيكية زي ما بنقول إحنا اللي هو ما بلعبش في مكان واحد بلعب بك شمال بلعب بك يمين وإحنا محتاجين الموضوع ده الاتنين آه محتاجين الاتنين محتاجين الناحيتين لأنك أنت الموسم طويل بالنسبة لك وبتحتاج لعيبة كتير وأحيانا كان بيبقى في مشكلة شوية لما بيحصل غيابات لبعض اللعيبة الأساسين في المكان ده فكريم فؤاد بيعرفي لعب بك رايد بيعرفي لعب بك يمين بيعرفي لعب في نص الملعب سريع وعنده مهارة وكمان عنصر مضاف لي أنه هو صغير يعني عندك كمان قدام تبني عليه سنين جاية آه فهو لعب مميز وربنا يوفاءه طبعا حسام حسن معروف ومهاجم جيد ومن الهدفين بتوع الدوري في السنين الأخيرة وانت برضو محتاج حد مع محمد شريف يكون بديل بيعرف جيب جوان ايو فبرضو نفس الشيء مكسوني طبعا شفناه مع تسينبا تنزاني لعب مهاري وانت محتاج الأجنحة وجناح لان برضو كانت من المشاكل اللي عند النادي الأهلي شوية لما بتغيب الأجنحة الأساسية بيبقى فيه مشاكل شوية يعني من المراكز اللي فيها مشاكل شوية في النادي الآن فهي على الرغم من الأسماء اللي فيها كابتن حسامة لا مهاريبة مميزين انا مش بقول انه هم قليلين ايو ولكن فيه فترة سنة او سنتين جوم قبل كده كان عندنا مثلا متع عشر أجنحة كانت عاملة تخمة والسنة الأخيرة فيه شوية نقص في موضوع الأجنحة يمكن طاهر غطة شوية مع كهربة مع الشحات هما كلهم لكن أجائيه مثلا كان بعت شوية اصاب فترة طير دخل متأخر يعني انت برضو محتاج حد في الجناح على الرغم من خليني أقولك ملاحظة انه يعني دايما احنا كده بنقيس كده زي ما يقولون نبض الجماهير يعني عايز أقولك انه السيزن ده الأهلي يمقفلوا الأجنحة بتاعته باستثناء يمكن أجائيه اللي كان بقيت شوية فورمتها عالية جدا يعني كهربة مقفل الموسم بشكل محترم جدا حسين الشحات مقفل الموسم سوبر طاهر من البداية مقدم مرضوط كويس في أول سنة صلاح محسن معاني صلاح بيحب يلعب مهاجم صريح أكتر بس لا أنا أقولك في كل المواجهات التقيلة واللي الأهلي كان يعني محتاج فيها ورق ربحة صلاح كان ورق ربحة كويسة جدا لا لا طبعا هما الأربعة عملوا موسم هايل يمكن بس هو أجائيه اللي أنا بعتبره هو واحد من أفضل لعيب الأفارق اللي جمع في مصر ولكن ظروفه السنة الأخيرة إصاباته تقلل وزن اللي كان بينزل بيه ما كانش في حالته لكن الأربعة طبعا عملوا موسم كويس ولكن برضو محتاجين حد منافس ليهم لأن ده هو النادي الأهلي يعني النادي الأهلي طول ما أنا لعبت فيه من واحد اثنين وثمانين كل مكان كان منافسة فيه شارسة بدرجة غير طبعية بترفع من مستوى اللعب بترفع من وبتخليه صح صح على طول مش إنه أقول أنا غبت مش فرقة لابتبقى الآن على مكانك إن دي فيه حد منافس تئيل يعني فأنت كنت محتاج فالويس مكسوني لعب كويس وأنا تمنى له التوفيق هو بس بيرس داو أنا صراحة لم أشاهده ولا مرة يعني هما أكيد بيتقال إنه لعب جيد وكده بس هو نقطة الوحيدة اللي أنا بس يعني ها دي اللي شوية بتبقى غريبة بالنسبة لنا إنه إنه لما بيجي لعب من أوروبا يعني أه أتمنى له إنه يكون جاي عشان يركز مع الفرقة ويقدي فيها بصورة كويسة قوي إحنا فيه لعيبة جت لنا من أوروبا مخلصة كورة جت عندنا في الأهلي بقت سوبرستار يا كابتن أسامي لا أنا مش بقارن أنا بس بقول يعني إنه مش بالضرورة دايما اللي جاي من الأوروبا يبقى مستوى أعلى من اللي موجود في أفريقي لا بالعكس فيه لعيبة في أوروبا مستوى أقلب كتير جدا من لعيبة موجودة في أفريقي لا 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 أنا بقول لك بالعكس أنا بقول لك إنه فيه لعيبة كتير جدا في أفريقي يبتدوا هنا وعليه قوي هو الأصعب اللي بيجي من أوروبا لإفريقيا يعني اللي هو يعني مع احترام الكامل طبعا اللي النادي الآلي اسمي يهز الدنيا يعني ولكن الدوري الإنجليزي مثلا هو رقم واحد فلما هو بيكون جاي فلازم يبقى جاي عشان يكسر الدنيا يعني مش جاي يعني هذه النقطة بالعكس اللي هو جاء رايح من هنا لإنك وهو لما تتعل من المناسبة بالدوري الإنجليزي راح الدوري البلجيكي الدوري البلجيكي من الدوريات مش هقول الدوريات القمة في أوروبا لكنه برضو مش من الدوريات الضعيفة وفيه أندية موجودة في بطولات أوروبا مصبوك كسر الدنيا الحقيقة مع عمد الله فهو يعني هو الوحيد اللي أنا يعني ما عرفوش وما شفتوش ولا مرة فطبعا إن شاء الله أكيد اللي اختاروه اختاروه عن دراية وعندهم رؤية نتمنى له التوفيق إن شاء الله يكون إضافة مع فرق بيرسي تو أنا أتمنى إن شاء الله أتوقع أن يكون صفقة الموسم مختلفين أجانب وابننا أحمد عبدالقادل لو قدر لي إن شاء الله أنه يبقى موجود مع فرقة الأهلي الموسم اللي جاي أعتقد أنه لعب الموسم على مستوى اللعبين المصري عمار طبعا طبعا عمار فكرة من اللعيبة الهيلة بصراحة مميزين جدا عنده حاجة تحس إن ده لعيب النادي الأهلي على طول حيوي ونشيط لعيبة النادي الأهلي لها نوعية خاصة ده منهم يعني هو نشيط في الملعب على طول يعني متواجد بتحس بيه حتى في المنتخب الإلومبي شفناه مع تحاد سكندار المنتخب الإلومبي في فترة الأخيرة فوق الإمبياد توكي فوق أسبانيا والأرجنتين وكده وأسترالي سواء لما نزل أو لما كان بيبدأ بيعمل فرق لأنه حيوي ونشيط ومهاري فالعيبك هو يستمع إن شاء الله الاتنين يدخلوا إن شاء الله يدخلوا فرقة وأعتقد الأهلي كده عنده فرقتين يعني رؤية أنك أنت بتحضر لموسم صعب أو شاك وعندك كم كمين بطولات النهاردة تقدر تقول أهلي في فرقتين جاهزين يمثلوا النادي في البطولات أبعد معك شوية عن الكرة كده أخذك شوية ذكرات ولحظات كده سعيدة أعتقد أو مناسبات أعتقد أن تحب أنك تفتكرها مع جمهور النادي الأهلي يا كابتن أسامة نبتدي بالصورة دي آه طبعا دي صورة مع كابتن محمود الخطيب ومحمود صالح واحد من أحسن استردباكات الجنف تاريخي النادي الأهلي طبعا 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 فترة لسه بنلعب فيها وأعتقد دي يمكن كانت أخر سنة يمكن لكابتن محمود الخطيب في اللعبة أو يمكن كان حتى زمن بعيد شوية ممكن يكون في الفترة اللي هو كان لسه داخل كمدير كورة في الفرقة يعني فطبعا ذكريات جميلة ومن الحاجات اللي واحد بيفتكرها ببسعيد طبعا طب نروح للصورة تانية دي الصناية دي أيام بيستر هولمن أعتقد أبرافو عليك طبعا تعرفت من فين عرفت من اللبس بتاع النادي الأهلي صحيح أنا حافظ كل فترة بتيشرت النادي الأهلي أنا عارف المركة طبعا بس يعني طبعا دي تحتون لها من قولهاش المركة دي بتحديدا كان مستر هولمن جايبها من ألمانيا جايبها وهو دي فعلا سنة 95 خدنا الدوري والكاس وطبعا كان دوري مهم جدا والكاس كسبنا المنصورة في النهاية والدوري كسبنا آخر ماتش الزمالك واخدنا الدوري والكاس في السنة دي الفترة دي كانت بصمات الألمان فيها واضحة على الأهلي آه طبعا إحنا جلنا 3 و 4 مدربين الألمان وربعة سوبل أعتقد وفايتسا وفايتسا طبعا طبعا خدس حق الرجل دا الحقيقة هو ظروفه حصل فيها شوية لما جاي بعد النادي الأهلي السنة اللي هي كان كاس العالم توقف الدوري ومشي وبعدين رجع تلغى الدوري ورجع دي بقى خمسة وتسعين وستة وتسعين وسبعة وتسعين وقبليها أربعة وتسعين كان مستر هولمن ثم مستر تسوبل كسبنا فيها بطولات كتير جدا طب دي كابتن مصطفى يونيس طبعا والدكتور عبدأحق جمال الدين وزير الشاموري هذا وزير الدخلية أعتقد حسن أبو باشا وأنا جنبهم كان فيه مباراة ودية كابتن صالح أعتقد في الصورة برضو صح والكابتن صالح طبعا سبحان الله أنا أتصور كابتن صالح طبعا لأطة أنا أطول الأب الروح للنادي الأهلي والرئيس التاريخي للنادي وأعتقد كمان مش عادف أيمن شوق ده اللي بين بين الدكتور عبدالأحد ويمكن شكله كده فكانت لا ممكن يكون أيمن كمان لسه ما جهش لا مش أيمن ده لأن الصورة دي ممكن تكون ده محمد حشيش لأن الصورة دي 82 لأن كابتن مصطفى يونيس بطل بعديها فمش أيمن أيمن 86 يتهايلي أول بدايته 85 86 فطبعا دي كانت بداياتي خالص الأولى يعني هو الجنرال بقى كان بيحبك قوي كابتن جوهري كان بيحبك جدا كان مقتنع بيك بشكل وعلى فكرة كابتن صالح كمان الله يرحمه السرعة اللي فاتت طبعا ممكن نرجع على صورة كابتن جوهري ده كابتن على ميهوب كابتن جوهري طبعا يعني ليه طريق كبير جدا معنا في النادي الآلي ومنتخب مصر وواحد من الأسباب اللي خلاني ألعب في النادي الآلي وده سالم واحد قعد معنا كتير عامل غرفة البنابس اللي هو على الشمال طبعا نجميناك كبير على ميهوب على شمالك اه على شمالي سالم وطبعا الكابتن على ميهوب واحد من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر دي حقيقة يعني على يمكن طبعا يعني أكيد معروف وخاد حقه كتير ولكنه ما خادش برضو كل حقه فواحد من أعظم اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر نروح للسورة اللي بعدها مرضو ده كاس مصر كابتن شوبير كان صغير جدا في السورة دي ما كنا لسه في بداياتنا يعني أعتقد ده كاس اللي خدمت من المصري كابتن حازم كرم تلاتة واحد صح كابتن حازم كرم الله أرحمه وطبعا الكابتن شوبير وكابتن سابح مصطفى دي يعني ما تشوف شوبير هنا في السورة دي فقرك بمصطفى صح؟ شابه مصطفى جدا أو مصطفى اللي شابهه طبعا يعني ده كن نسخة طبعا شوبير الكابتن شوبير وكابتن سابت من أعظم حراس جون في تاريخ مصر وده خالي والله إذا احنا نعمل خلقة كاملة ده فيه صورة ده احنا نقعد نسترجع كده طبعا قمم كلهم الحقيقة وتاريخ كبير جدا طبعا نورت الدنيا كابتن وسامة بنسعد بيك دايما الحقيقة الله يخليك الله يخليك أنا اللي سعيد بيك جدا وتملي لما باجي معك واحد من الناس اللي بتاعفت سيشرفني تطلع من ضيف حاجات كتير سيشرفني وسعيد بوجودي معك نورت الدنيا كلها نورت الدنيا ونورت بيتك كل التوفيق طبعا منتخب مصر مطش مهم جدا مع انجولة كل التوفيق لفرقتنا نادي الأهل إن شاء الله في مشوار صعب طبعا ما زالت معالم البطولة بتاعت الكاس ومعالم البطولة اللي جاي في الدولة ما زالت مجهولة حتى اللحظة هنتبقى مع حضراتكم كل التطورات والتفاصيل بكرا إن شاء الله حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكل جماهير النادي الأهل شكرا